في ظل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ادعمة لصغار المزارعين بتستمر سلسلة الندوات التوعوية اللي بتقدمها الهيئة القبطية الإنجلية ضمن مبادرة إزرع اللي بيتم تقدمها في 15 محافظة في قرية شريف باشا التباعة لمركز بني سويف عقدت الهيئة ندوة توعوية لصغار المزارعين قدمت لهم من خلالها نصايح وإرشادات لمواجهة تحديات المناخ خاصة مع قرب فصل الشتاء واللي بتستهدف أكتر من 70 ألف مزارع في بني سويف تناول بقى المحاضر مجموعة من التوصيات والإرشادات لزراعة الأمحة ومحصيل الشتوية عامة من معايد الراية من معايد الزراعة المناسبة من إزاي نتفادل للتعاليات المناخية من إزاي المزارع يكون بيحقق أكبر انتاجية ممكنها لزيادة دخله ندوة توعوية عن صغار المزارعين عن زراعة محصول الأمحة أهمية محصول الأمحة وطرق زراعته والعمليات الزراعية المختلفة للمحصولة عشان أقدر أوصل بأخصى انتاجية وأهمية دور الدعم الفني اللي ممكن يوصل للصغار المزارعين اللي هو كان صعب أنه يوصل للمعلومات الفنية ديت المزارع تجهيزات مسبقة بتتطلبها الأراضي الزراعية لاستقبال فصل الشتاء وده كان دور الهيئة في توعية مزارعين بني سويف لتحقيق الاستفادة المطلوبة فكانت النصايح والإرشادات إضافة همة للمزارعين من خلال ندوات الهيئة القبطية الإنجلية ندوة كانت فعلاً أفادتنا طبعاً موعد الزراعة بتبدأ من نص 11 اللي هي الزراعات الشتوية كان محصول زي محصول الاستراتيجي ومحصول الأمح أهم النصايح إزاي نجهز وإزاي نزر عشان ناخد انتاج عال إزاي نتعامل مع الأرض دي وناخد أعلى انتاج عشان الانتاج دي يعود على البلد كله إزاي نهيئة الأرض وإزاي نسمد الأرض وإزاي مثلاً تأخذ بالزراعة الحديثة بيد انتاجية عالية وإزاي تنظيم الرأي وتنظيم رأية المحاياة تعتبر ندوات الزراعة التوعوية اللي بيتم تقدمها من أهم خطوات الدولة المصرية في دعم وتطوير قطاع الزراعة ليصبح التكامل عنوان في دعم التحالف الوطني لمجهودات الدولة من خلال شركائه زي الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية